عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الاخبارية الحياة لا في كيف ما تعودوا في كل يوم معنا اخبار واحدث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيه وعلى تسريحات الاعلامي زهير الجيس اللي تعرض لتهديدات بالقتل بعد تسريحاته وتنسيل المحادثات اللي صارت بينه وبين النقيب محسن العديلي الله يرحمه وينعمه زهير الجيس اللي يقول رغم تعرض لتهديدات جدية بالقتل لم اتلقى ردا على طلب الحماية وكتب الاعلامي زهير الجيس ردا على اخبار حول تمتعه بالحماية الامنية يوضح ريتو صفحات المأجورة كيفش تبدأ تكذب وتلفق بش نقولها وسيبون عندو الحماية ونسكتو احنا كرأي عام وهو يتم اغتيال وقال لك ما جاني حد شيء تأوضيح على عكس ما يروج له لم تتوفر لأي حماية امنية وشكري للاقيم الامن بسوسة جاء في اطار اتصالهم بليس اكثر الحامي هو الله ان شاء الله ربي يحميك ويصدرك ويخليك لوليديتك الله غالب ان شاء الله ربي يحميك ربي هو الحامي بالمنجد ربي هو الحامي الوحيد تنسي وشلايك واشتراك وتفعيل الجرس وكل تفعلنا معه باي باي